أحياناً ربنا بيحطنا في مواقف أو ظروف صعبة بنكون وقتها مش عارفين أو فاهمين هي ليه بتحصل لنا ولكن مع مرور الوقت بنفهم ونكتشف حكمة ربنا من المواقف ده ولأنه بيكون ليه أثر كبير جداً على حياتنا وكمان مستقبلنا وده بالزبط اللي حصل مع ضفتنا اللي منوارنا النهاردة في الستوديو واللي ليها قصة جميلة جداً مع لغة الإشارة خليتها واحدة من أهم صناعة المحتوى في المجال ده ونوارنا النهاردة الأستاذة سارة الجهري صناعة محتوى عن لغة الإشارة إزايك يا سارة؟ إزايك عامل أين؟ الحمد لله الأخبار الحمد لله تمام أنا مبسوطة بيكي النهاردة وعارفة أننا اتفقنا أن الحلقة كلها هتمشي بأن أنت تعملي لغة الإشارة وبنتكلم مع بعض مظبوط طيب أنا أول حاجة عايزة أعرفها هي إيه قصتك مع لغة الإشارة؟ قصتيتي مع لغة الإشارة هي مش قصة لأن أنا لغة الإشارة دي كانت أساس لغتي من أنا صغيرة لأن أنا والدي الله يرحمه وولدتي صم فأنا تعلمت منهم لغة الإشارة فكان في ناس كتير فاكرة أن ده أنا تعلمت في مكان أو أي حاجة بس لأ دي كانت اللغة الأساسية من أهلي الأول اللي نشأت منها وبعد كده تطورتها أكتر وأكتر طيب أنت إخواتك وعائلتك كلها بيعرفوا لغة الإشارة؟ أنا عندي إخواتي تلاتة اتنين أكبر مني ووحدة أصغر مني أنا عندي الاثنين الكبار ما يعرفوش قوي لغة الإشارة علشان لازم لغة الإشارة يبقوا مع الأهل باستمرار فعشان أنا وأختي الأصغر باستمرار مع ماما وبابا فعلى طول معاهم فعارفين لغة الإشارة فهي لازم تبقى باستمرارية ولازم تبقى مع شخص عارف لغة الإشارة طيب لما أنت ابتديتي على السوشيال ميديا كنت متوقعة ردود الأفعال دي؟ لا أنا كنت عادي واحدة صغيرة عندي كان عندي 15 سنة ولا 16 سنة وطلعت على السوشيال ميديا فيديو عادي جدا لتحيا مصر كان هدفه أنه كان فيه مصرحية أو المصرحية تتعامل للصم فساعتها حطيت الفيديو ده على أساس أنه هو خاص بالمصرحية وخلاص يعني نايمي يا سارة وصحي وتبقي تمام وتروحي الامتحان أنا صحيت لقيت الجيش المصري ولقيت الوزارة وكل الناس بتكلمني أنت إزاي ترجمتي حاجة خاصة بمصر للناس الصم وأن هما منبهرين بيها جدا طيب إيه حصل؟ أنا عايزة أعرف هما فعلا لغة الإشارة هي لغتهم أنت عملت إيه؟ أنا غيرت بس أفكار ومعتقدات الأشخاص اللي بتسمع وبتتكلم شوية مش أكتر لكن الصم كانوا شايفين الموضوع يعني إيه بترجمي حاجة خاصة بمصر يعني هما ما يعرفوش النشيد بتاع مصر فيعني أنت بتقولي تحيا مصر يعني أنت وصلت لنا حاجات إحنا ما كناش عارفينها وكمان حتى الناطقين كانوا فاكرين أن لغة الإشارة دي لغة أشخاص عادي سم خاصة بيهم وفي حياتهم هما بس لأ هي لغة إشارة عامة جدا لازم كل الناس تبقى عارفاها علشان يعرفوا ويتواصلوا مع بعض